السلام عليكم تحية طيبة لجميع المشاهدين ومشاهدات تلاميذ السنة الثانية بكالوريا أداب وعلوم أحرار ومتمدرسين هذا الفيديو سأقول لكم فيه كلاما قد يبدو للأغلبية بأنه كلام غير مقبول كلام غير منطقي كلام غير واقع ما هو هذا الكلام؟ مادة الفلسفة هي أسهل مادة من بين مواد الامتحان الوطن هل ستصدق أملة؟ طبيعا الحال أنت كتقول أستاذ عاش كتخربك لله يهديك واش مادة الفلسفة مادة سهلة؟ نعم مادة الفلسفة أقولها وأكررها هي أسهل مادة من مواد الامتحان الوطن والتجربة تتبيت ذلك أغلب ديال التلاميذ كي يرفعوا النقطة ديالهم طيلاقا من مادة الفلسفة ولكن في بداية السنة مع التمثلات اللي كتكون جايبها معاك من الأولاباك من الجيد عن مشترك كتخليك أنت متخوف من مادة الفلسفة ولكن أنا كنقول لك الآن وأنت كتسمع لهذا الفيديو وغادي تغير الفكرة ديالك وغادي تعتبر ماشي غير تعتبر تولي من المسلامات على أن مادة الفلسفة من بين أسهل المواد في الامتحان الوطن مسألة سهلة ما فيهاش كترة الدروس كما كان في الاجتماعيات ما فيهاش كترة المواد عفوا المنهجية كما كان في اللغة العربية ما غداش تكون أصعب من الإنجليزية بطبيعة الحال ما غداش تكون أصعب من الألمانية ما غداش تكون أسهل عفوا أصعب من الإسبانية بطبيعة الحال ما غداش تكون إذن مادة الفلسفة عندنا فيها أربعات المزوءة فقط أربعات المزوءة هي واضحة المقرر يقول لديك واضح في الدهن وكل المزوءة فيها ثلاثة المفاهيم بالنسبة للأدب وفيها جوجة المفاهيم بالنسبة للعلوم ها هو المقرر بين أيديك عندك مفهوم الشخص الغير التاريخ عندك النظرية والتجريبة الحقيقة للعلوم الإنسانية عندك الدولة الحق والعدالة والعنف عندك الواجب وعندك الحرية وعندك الأخلاق ها هو المقرر بين يديك على ما بغيتيش هاللولة أنا عرفت المقرر عندي المواقف الفلسفية في كل محور عندي جوجة المواقف الفلسفية جوجة المواقف الفلسفية غاد يلخصهم في سطر ولا جوجة سطورة وبالتالي كي جيني كل محور فيه أربعة سطورة عندي ثلاثة المحاور أربعة ثلاثة في ربعة ثمانية ثناش صفي أربعة ثمانية أربعة ثناش عندي اتناشر سطر في كل مفهوم اتناشر سطر أربعة وعشرين سطر ثمانية وربعين سطر كنت بقاها هذه يعني المادة يعني شعر القديم منهجية تشعر الحديث تكثير البنية تم ذلك شيء كثير بحل مادة الفلسفة عندك صديقي ثلاثة منهجية منهجية النص منهجية القولة ومنهجية السؤال ليس تالك ثلاثة تريد منهجية واحدة لماذا؟ لأنه الخطوات منهجية النص هي قولة ومن كتضبط الخطوات منهجية النص والقولة تستخدمهم في منهاجية بالسؤال وهذا يعني أن تزيد شوية لإضافات مثلا هذا هو استيلو نشاهد معايا نكون هذا هو منهاجية بالقولة لما نقوم بسؤال وما نستطيع الثيارة نزيد الشريطة هنا ولنظمة معايا أما ما أن تزيد من استيلو какой أن تزيد نفس استيلو ما زائل نفس استيلو لذلك كانت شرطة وكانت تزيد فقط هذا هو الفرق بين منهاجية الفلسفة نفس الخطوات المنهجية غير نغير بعض الخطوات لا غير مثلا في السؤال نزيد المزوءة لا تكون في النص وفي القولة نزيد المفارقة لا تكون في النص وفي القولة وفي التحليل عوض ما نبدأ بالأطروحة نبدأ بالمفاهيم هذه هي الفلسافة كاملة هذه الصداع وهذه الروينة وهذه الفلسافة صعيبة وهذه مكاعدة معقدة ما كنت حاجة صعيبة ما كنت شي حاجة معقدة انت اللي معقدها ومعقد راسك السلام عليكم خذ الأمور ببساطة كما قلت الآن المقرر ره سهل لدينا أربعة المزوءات كلها مزوءة فيها ثلاثة المفاهيم بالنسبة للأداب جوج ديال المفاهيم بالنسبة للعلوم كل مفهوم فيها ثلاثة ديال المحاور أدو المقرر كنحفظهم زيان كنحفظ المواقف كنحفظ الفلسيفة المواقف ديال الفلسيفة عفوا كنحفظ كذلك المفاهيم ومع الفهمه بطبيعة الحال أبقى مسألة ثالثة لكي نبيل لك ونأكد لك أن مادة الفلسافة سهلة وهي أنه خصقت بدل مراجعة من البداية ديال السانة الأغلبية ديال تلاح نشكه كيف يلعب الكورة الفليب البيار وعدوا الفرط ومغيرها تحفظ لي أستاذ واشتبه بيال واشتبع عقلك وش هتحفظ لك الفلسفة في جوش دقائق صاحبي وش هتدرب على المنهجية في خمسة تواني يعني أنه من كان بغي أن نستعد رح كان يبدأ الاستعداد من بداية السنة كان ديروا الدرس الأول كان حفظ المواقف ديال المحوار الأول كان حفظ المفاهيم ديال المحوار الأول كان ديروا المحوار الثاني كان حفظ المواقف ديال المحوار الثاني كان حفظ المفاهيم ديال المحوار الثاني كان سالي المفهوم كان نكون نحافظ المواقف ديال المفهوم وحافظ المفاهيم ديال المفهوم وكندرب على اسمام عيام زيان وكندرب على الخطوات المنهاجية يعني كندرب على الكتابة المنهاجية كان شت أنا نص وكننقلس وكندير حليل وناقش كانحط الخطوات قدامي دائما لإطار المرجعي وكنشوف تحديد الموضوع أول حاجة خسنين نبدأ به للموضوع يعني المفهوم خسنين ندير واحد المقدمة وحتى تمهيد لذلك المفهوم للشخص يعتبر وينظر إلى مفهوم الشخص على أنه كذا وكذا وكذا الإشكال الذي يتحدث عنه السؤال هو علاقة الهوية بالذكرة مزيان وعليف وطرح الأسئلة ومن هو ما الشخص ما الهوية ما الذكرة وهل هذه الهوية تابعة أم متغيق كنتعلم من كتب هنا كنتدرب من كي يجي الفرض أو لمن كي يجي الامتحان كنكون مولف على الكتابة كنحرك ستيلو لماذا؟ لأنه لاحظ معي مثلا إذا كان شخص غير غالس 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 وبغى وحد النهار يمشي يجري لماذا سيقدر يجري أولا سيأتي هذك الكسل لا يقدر ينوض بعد هدية الأولى وإذا نهض ومشي يجري سيأتي الجري تقيل ومن سيأتي وعي يجري ويجلس الذي ستقطع فيه الحم لأنه لم يولف على الجري ولكن لاحظ معي مثلا أنت مع عمرك كتبت شيئا وما ستقدر تكتب والله ما تكتب بالله ما تكتب نعطيكم واحد المثال واحد الآن كنت تخدم في عمرك غير قديمة شوية واحد تلميض كنقول لأيش ما بغى شيكتب وما سيأتي في المتاحة وما سيأتي الرخفو عليه بشي نقل وما سيأتي بشيكتب ما حرفتش عيد ما نحاول نفهم ما هذا التلميض ونمشي عندهم مباشرة قلت له صاحب يكتب قل لي وشان كتبه أستاذ قلت له قريتي النص قل لي الله لاحظوا معي ونص مقراش لماذا؟ لأنه هذه الرغبة و هذه القابلية و هذه القدرة على أنه يقرأ النص وما عندوش وبالتالي إذن شنو خصني ندير خصني نبدأ عملية التطبيق ثم عملية التطبيق إذن إلى هنا أعزائي المشاهدين ما بقي لي إلا أن أقول لكم أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته